ما تقول لنا كده بردو عنك شوية ومنعرف الباكجراوند وشمعنا رياضة الكبادي بردو عشان نبقى ماشيين مع الناس كده تبقى مجمع معانا من البداية وكابت المنتخب مصر ده حاجة مش سهلة انك تحصولي عليها لقب تقيل أكيد وراء بطولات وصعوبات وكواليس احر ونعرفهاش أولا كنت لعبة مصرع بطولات عائلة وبطولات بحربياد وبطولات أفريكيا يعني عمر في الرياضة بعدها جودو بعدها كونجو فون بس اللعبة الوحيدة اللي حاستي ان انا كنت نفسي لعبها من زمانة وهي الكبادي اللعبة الكبادي فيها منظومة مش موجودة في جميع العيب انا اللعبة الوحيدة اللي حاستي فيها مفهاش يعني حتى الاتحاد والمنظومة اللي فيها كله بيحمي على بعض اللعبة يعني كل الناس بتلعبها انت ممكن لما تتفرج عليها انت ممكن تلعبيها حسنا انت ممكن تلعبيها عادي وفي اي سن ممكن احنا السنة دي لعبنا تحت عشر سنين وتحت 14 سنة يعني ده الانجاز الجديد اللي كان في الاتحاد الكبادي ان تحت عشر سنين وتحت 14 سنة والسنة الجاية ان شاء الله يبقى فيه تحت 8 سنين 8 سنين كم اندعيت هوا فيه دلوقتي حاليا منظومة كبيرة وفيها أطفال صغيرة فحنا لازم نعملهم بطولة